اهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند ترند النهاردة الفقرة الاساسية هيكوني الكلام فيها عن مباراة الاهل والوداد المغربي في لقاء النهائي ان شاء الله لدورة ابطال افريقيا ولتحدد بشكل رسمي معادها يوم الاثنين اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس وكلنا عارفين ان من حوالي يوم الاتحاد الافريقي بعد بشكل رسمي للنادي الاهلي ولنادي الوداد وللاتحاد المصر والاتحاد المغربي الاتقم التحكمية اللي هتكون موجودة في هذه المباراة وقيادة بالتأكيد الحاكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز وهيكون كمان حاكم مرابع مع هيرنانديزا كارفيلو الحاكم الانجولي وده اللي هيدير مباراة مصر وغينيا ان شاء الله بعدها واربع عيام في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الامم في الكودفوار وكمان هيكون على تقنية الفار الحاكم الاسيوبي بملكة سيمبا ومعه الحاكم السوداني محمد عبدالله مساعد فار وحاكم مساعد تاني فار الحاكم التونسي هيسم قيراط طيب ده الأطقم التحكمية اللي هتدير المباراة وكلنا بالتأكيد شفنا هذه الأخبار خلال الساعات الأخيرة طيب إيه الجديد بالنسبة لملف نهاء دورة عبطال افريقي الحمد لله كلكم متابعين معنا الفترة الأخيرة لما تكلمنا على القرار وحيثيات القرار واختيار مراكم محمد الخامس وهل قانوني ولا مش قانوني وكواليس المكتب التنفيذ واجتماعه وتصرحات فوزي لاججع رئيس الاتحاد المغربي اللي اتكلم فيه على أن القرار تم بالتصويت مش بنسحاب السنغال كلكم تابعته كل خلاص بقى دارس وفاهم أوي إيه اللي بيحصل في الملف ده من أول ما اتخذ فيه قرار في الفترة الأخيرة لكن الجديد الناس عايزة تعرف موقف التذاكر أو الموقف الخاص بالحضور الجماهيري كل ما يتم إعلانه في وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة عن تخصيص رقم بالنسبة لجمهور الوداد أو جمهور الأهلي دي كلها توقعات أو اجتهادات ليست بيانات رسمية لأن الرسمي المعلن لغاية اللحظة دي أن في اجتماع النهاردة هيضم ثلاثة وفد ثلاثة من الوفد الرسمي للاتحاد الإفريقي وهو عبارة عن المسؤول عن المنصق الأمني أو المنصق الأمني في الاتحاد الإفريقي والمسؤول عن ملف المسابقات في الاتحاد الإفريقي والمسؤول عن الملف المالي في الاتحاد الإفريقي ده الوفد الممثل من الاتحاد الإفريقي يعمل الاجتماع النهاردة مع اللجنة المنظمة لنهاء دور أبطال إفريقيا اللجنة المنظمة هي لجنة منبسقة من الاتحاد المغربي لأن الاتحاد المغربي هي الجهة التي تم إسناد لها تنظيم نهاء دور أبطال إفريقيا طب الاجتماع ده يناقش إيه؟ الاجتماع ده يناقش السعة المكررة لجماهير الوداد والسعة المكررة لجماهير الأهلي والحصة المخصصة للشركة الرعية ولأعضاء المسؤولين في الاتحاد الإفريقي كما جرى العرف بالتأكيد في المباريات النهائيات خلال الفترة بيبقى فيه نسبة مخصصة للشرق الرعية والاتحاد الافريقي بمسؤوليه وأعضاء المكتب التنفيذي وكل القيادات في الكعف كمان هيتم الاتفاق على ملاعب التدريب وفند الإقامة اللي بيتم تخصيصه قبل المباراة بـ 72 ساعة لأن دي مباراة نهائية فبالتالي بيتم استعبال الفريقتين زي بعض الأهل والودات تبقى للليحة بيبقى ضيوف على الاتحاد المغربي المنظم لهذه المباراة مع الاتحاد الافريقي وبالتالي كل ده هيتم التنصيق للنهاردة وهيتم الاتفاق عليه بالإضافة لده كمان هنعرف بشكل رسمي التذاكر هيتم شراءها ازاي هل التذاكر هيتبقى مناصفة ولا التذاكر هيتم تخصيص نسبة هنا ونسبة هنا وبالتالي لو أي طرف من الطرفين النسب بتاعته ما خلصتش تعاية طرح التذاكر من كل ده هنعرفه بعد اجتماع النهاردة لكن المعلومات اللي وصلتلي قبل بداية الحلقة أن الحسة المخصصة لجماهير الوداد هيتم طرحها من موقع الجامعة الملكية المغربية ده كلام وصل لنا النهاردة من تفاصيل الاجتماع أو الاجتماع اللي بيتم النهاردة في المغرب أن في اتجاه أن الجماهير الخاصة بجماهير الوداد أو الجماهير اللي هتشجع الوداد هتاخد النسبة المخصصة لها من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد المغربي لقرة القدم عبر الموقع الرسمي للاتحاد المغربي مش من خلال كذا gift اللي كانت بتطرح التزاكر قبل كده او عبر نقاط محددة للبيع, لا هيتم الطرح من خلال الويب سايت الموقع الإلكتروني للاتحاد المغربي طيب جماهير الاهلي, الكلام المتداول لسه не вольше حاجة رسمي, الكلام المتداول انها هيتم طرح التزاكر من خلال نقاط محددة اكشاك لبيع التزاكر خلال الفترة اللي جاي, بحيس أن الفرد اللي داخل يشتري التسكرة من خلال باسبوره المصري يقدر يشتري التسكرة من النقاط دي وبالتالي يبقى اتعرفت بالضبط الحصة المخصصة للطرف ده وللطرف ده وهل الطرف ده خلص الحصة المخصصة ليه ولا لا والطرف ده خلص الحصة المخصصة ليه ولا لا كل ده نعرفه خلال الساعات اللي جاية بس دي أفكار بيتم طرحها في اجتماع النهاردة بخصوص إزاي التذاكر يتم تداولها أو شراءها من كلا إلا الطرفين برضو العدد لسه مش مؤكد لكن كل ده النهاردة هيتم الاتفاق عليه لنلازم يطلع بيان رسمي من الاتحاد المغربي أو الاتحاد الافريقي عشان يكون يعني كل الدياتا وكل المعلومات أمام وسائل إعلام وكل الجماهير تبقى عرفة التسكرة تشتريها ازاي ولو تحجز تسكرة من خلال ويب سايت ممكن تحجزها ازاي وهل هيتم طرح التذاكر دفع واحدة ولا هيتم طرح التذاكر على دفعات لأنه برضو في وجهة نظر وفي رأي في اجتماع النهاردة أننا نطرح التذاكر على ثلاث دفعات مش دفعة واحدة الدفعة الأولى يكون فيها عشر تلاف تسكرة لجمهور الأهل وجمهور الوداد وبالتالي بعدها 48 ساعة تداء من الغد يعني يتم طرح دفعة أخرى من التذاكر التذاكر ما تطرحش مرة واحدة خلال الفترة اللي جاية ده اللي هيتناقش النهاردة في الاجتماع وده وجهات النظر والأراء اللي بتتناقش بخصوصها المسؤولين في الاتحاد الافريقي والمسؤولين في اللجنة المنظمة للاتحاد المغربي وده بالتأكيد يعني من يوم الاربع بكرة هيتكون كل التفاصيل معنا عشان نقدر نعرف من الاربع لغاية الاتنين يعني قدامنا بالضبط هيبقى حوالي ستة أيام أخوانس أيام نعرف التذاكر هتطرح ازاي الجمهور اللي مسافر هل هياخد التذاكر في المطار ولا لسه هينزل يشتري التذاكر من النقاط المخصصة هل هيتم طرح التذاكر من خلال ويب سايت من خلال مثلا الجانب المصري فبالتالي من خلال حجز التذاكر الالكترونيا يبقى أنت كده حجز التذكرة يبقى بالتالي ممكن تتاح ليك أنك تاخد تأشيرة كل التفاصيل دي يعني عرفها خلال الساعات اللي جاية ممكن يكون الوقت اتأخر نهار دا احنا بنتكلم التلات والمطش اللي اتنين الجاي كان المفروض الاجتماعات دي تتم من فترة لكن احنا بنتعامل مع الواقع وبنتعامل مع المعلومات اللي بتجينا اول بول سواء من الطرف المغربي او حتى من طرف الاتحاد المغربي او الجامعة الملكية الجهة اللجنة المنظمة اللي هتنظم المطش مع الاتحاد الافريقي اللي النهاردة فيه وفد رسمي سافر عشان يبدأ يطلع على كل هذه التفاصيل وكل هذه الامور في الساعات القادمة طيب دا جزء متعلق بالتذاكر والحضور في الفترة اللي جاية اشتركوا في القناة